السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل سنوات طيبين يعني ربنا يعيد معلكم بخير اه وحنا في شهر رمضان الكريم كده اه النهاردة جمهور الالي فاجئنا باحاجة جوا الستاد كانت بتحصل كل ماتش حاجة كانت بتحصل كل ماتش برا الستاد لكن بالفجر ده وبالصود ده وينقلها احد مواقع المتحدة الشركة المالكة للدور الممتاز بالالفاظ بالصود بالالفاظ من الغير ما تتشال بكل ده تمام اشتا انها تحصل النهاردة جوا داخل استاد القاهرة فدي مريبة جدا بالنسبة لي احنا النهاردة جايين نتكلم من منظور تاني خالص بس تعاني نحكي الحكاية على طول يعني النهاردة عشان الناس الكتير ممكن تكون ما شافتش ما سمعتش فلازم الناس تسمع طبعا هندخل دلوقتي في معضلة البيضة هيدخل دلوقتي اصل الشيكة هو العمل الاول واحنا كجمهور النادي الاهلي بندخل نرد عشان هو قليل ادب وهو العمل طبعا الشيكة صحية من النوم في مرة كده اتهابل وعمل الحاجات دي من غير اي تعرض له من غير اي اهتفات عنصرية من غير اي من غير اي شل ارود وموز وده في الالفينية اللي ما شافش الكلام ده ولا غير كل ده شيكة الواحدة وعمل كده صباح الفل صحي الصبح فام رايح لجمهور الاهلي ورفع بس دايما كان يتقل لك ايه حتى خلينا في موضوع الامارات بالاخص ازاي ازاي الله اكبر ازاي يكون فيه قسر في القسر القسر في الملعب وازاي يعمل كده وازاي شيكة بلا في القسر في الملعب يروح يعمل طب هي القسر والستات المحترمة اللي انت بتقول عليها جوه مدرجك ما بتسمعش الكلام ده يعني هي نسمع يا جماعة الكلام ونشوف الستات المحترمة اللي بقولك ايه ده الحركة دي بتاخدش حيائهم يعني الحركة دي بتاخدش حيائهم وشرف الامهات وعورات الامهات خدش حيائهم بعشرين الف جنيه خدش حيائهم بعشرين الف جنيه مش هتكلم ولا اقول لك ورا في رمضان ولا مش هتكلم لان ده ما فيش اصلا يعني بس ممكن نسمع عشان في ناس اكيد ما سمعتش تمام دا تقال النهارده ده على موقع قهرار 24 موقع ده تابع للمتحدة على فكرة اللي يبضيه بقية كل حاجة تمام ممكن نسمع بس اللفظ جاي ياخد في كزا ويدي تشالك بصوا بس يا جماعة عشان طبعا عارفي في ناس كتير ما بتعرفش الأغاني لقصر بلدنا بلد سواح فيها الزمالك والزمالك مشتوم يعني فيها الزمالك مش عايف إيه وكل يوم وقت المرواح ياخد ودي تقالت عادي دي تثابت في موقع طبعا المتحدة الصوت تثابت في موقع طبعا المتحدة الصوت الشتيمة والمكان أمش فاهم إيه المكان الفرق بين المكانين اللي أنت عملت في صفرة ما هو ده مكان برضو ده مكان وده مكان تمام نكمل دي جزء ايه ده مكان ايه ده ايه ده ايه ده لسه بقى اللي جاي لسه بسه بسه اسمعوا ده امشيكا ولدت يلا نروح لها يلا ناخد الدوري ونحطه وتثابت برضو وتثابت امشيكا ولدت يلا نروح لها ناخد الدوري نحطه في كذا وتثابت على موقع تابع للدولة صباح الفل صباح الفل بجد صباح الفل بجدين بقى جوه الاستاد على فكرة الموضوع ده بيحصل كل مرة برا الاستاد الكنترات موجودة في الكرة اللي مش عايف ايش برا الاستاد سوال بس الجمهور الاهلي والله العظيم هو مش امام عشور شتم وهان النادي الاهلي ورموزه داخل النادي الاهلي لو هي مبرر الشتيمة فين امام من الشتيمة بيتشتمش ليه ولا عشان امام ممكن يجي النادي الاهلي فاميكيفليتن خلاص ننسى اللي صالح سينيمة هان جوه النادي الاهلي ده سؤال بس ده سؤال طيب سؤال تاني سؤال تاني جمهور النادي الاهلي في واحد بيهنكم بيهن شرفكم وبيهن الجماهير بتاعتكم كل يوم تقريبا بقى له 6-7 شهور بتخاف تتكلم عليه ليه ولا بتقرب له ليه انت بتخاف تقرب له ليه برضو ده غريبة جدا مش فاه فده بقى الراجل بتاعه اسوان الطيب اللي تشتم في اسوان وطلع وقتها رئيس الربطة يا حي الجماهير على ليه عملته بتشتم في بلده جوه بلده يعني تعمد اهانة متعمد من جماهير النادي الاهلي جوه في الاستاد في المباراة اسوان وطلع وقتها رئيس الربطة بكل فخر يشيد بجمهور النادي الاهلي في البتاع ده في المطش ده فطبعا هنا بقى ده وقتها ييجي انا مهميش والله جمهور الاهلي يعني جمهور الاهلي مطلعوا بره اللعبة في القصة اللي انا بتكلمكم بقى في الرد فعلي ده فاشيكا ييجي يرد لان امه بتتهان وبتتقلها الف امه اللي ميتها بقى لها 18 سنة وبتتهان وبتقلها اماكن مش عايف ايه وبتاع وقصف محصنة كل ده تا ده فاشيكا يطلع يرد مسلا في مرة يقولك لا 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 النجم لازم استحمل انت نجم انت نجم لازم تستحمل يعني استحمل يعني ايه امي تتشتم واستحمل ولو هقولك على يا سيدي ماشي وهمشي معاك على نظريتك الخرافية دي ماشي همشي معاك طيب انا بستحمل صح انا بقى عن خطة بتوقف بتوقفت 8 اف 10 اف نص سيزن فاكرين كل ده توقف عليش كبالة كل ما بيعمل البتاع كل ما بيعمل رياكشن صح انتوا عارفين ده لو في اوروبا اللي حصل ده ده في استادات بتتقفل عالكلام ده في استادات في اوروبا بتتقفل عالكلام ده تمام فلو هو ما بياخد ما بياخد فعل براها او احنا بنتكلم براها ولما بياخد شي كفعل فبيتوقف في 20 ألف جنيه تمام شرف امهات مصر يا جماعة ب20 ألف جنيه عرض امهات مصر يا جماعة ب20 ألف جنيه قصف من الحسنات امهات مصر يا جماعة ب20 ألف جنيه حلو فش حلو فش خلاص نتفع على كده هنا بقى رسالة الاولى رسالة لكابتن محمد ابوتريك بنحسابه على خلق ومنحسابه على دين وراجل محترم وانا عبد النفس لما قابلني هناك في القطر رقبني مقابلة كويسة جدا انا محترم بس السؤال والله كابتن تريك انت لما في قطة في الدوري انجليزي تقريبا كده حصل الله مش عايف ايه حضرتك انفعلت وسبت او واحد مات او مش عايف ايه حاجات اللي هي الانسانية ببسيطة خالص طب اقتحم المقابر كابتن تريك اقتحم المقابر ايه دي اقتحم المقابر ايه اقتحم مقابر المسلمين او المسيحيين او اللا دينيين ايه بالنسبة لك لما ناس تقتحم مقابر عشان ماتشكور دي ايه لما الناس تشيل كلاب سودا وتشبهها بهذا اللاعب وتقتحم المقابر وتهين وتنهك الاعراض عشان ماتشكور ده ايه بالنسبة مفيش اي راكشن يا كابتن خاصة اللي اللاعب ده ها خاصة اللي اللاعب ده ها زميلك في المنتخب هل مفيش وقفة مرة واحدة تقول يا جماعة وانت تقدر في النادي الاهل اللي يقدر يبلو كلمة على جمهير النادي الاهلي وكلمة على زميلك في المنتخب لو سمحتوا نوقف في القصة دي يعني خلصت كمان الاستردى خلينا في الحلول بقى يا كابتن ابو تريكا مش ممكن لازم تتدخل في حاجة زي دي ده حاجة جلل في رمضان يا كابتن ابو تريكا انا بكلمه انا بكلم الانسان المحترم المسلم تمام في رمضان دي الفاظ تقاليت في مصر في رمضان عادي اكيد سمعتها واكيد هتسمحها واكيد هتتبعت لك واكيد هترخلك ها فاكابتن ابو تريكا ممكن عادي بس تبقى فيك حاجة ها ده لاعب في الفريق بتاعك ها ده لاعب في الفريق بتاعك لازم 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 تاخد رأكشن قانوني في الموضوع ده الناس قاعدة تقول شيكا لازم مفيش لاعب يا جماعة عشان تبقوا فهمين مفيش لاعب بيخط بالفيفا مفيش النادي بيخطب الاتحاد والاتحاد بيخطب الفيفا لكن مفيش لاعب بيخطب الفيفا مفيش الكلام ده مفيه ما يقدرش هو ما يقدرش منه نفسه لازم النادي اللي يصعد فرئيس نادي الزمالك هو المفروض عليه والربطة بتاعت الكويت هتشهد على الموقف اللي أنا أحكي لكم عليه دلوقتي ربطة الكويت كانوا المفروض فيه شخص من الأشخاص تجاوز ضد شيكا في مرة فهم بعتوا لي طب احنا هنرفع وإحنا كل حاجة هشايلينها وإحنا كل حاجة هندوس فيها وبتاع طلهم تمام وهنعمل بس وجيكا وافق وهنعمل حاجة في الشهر العقاري وإحنا راحين مستشار مرتضى قال لا أنا هدير الموضوع كله طبعا لازم تكبر الراجل القانوني المفروض ما شفناش أي رأيكشن حتى ضد هذا الشخص اللي في الكويت حتى الحاجة فما فيش أي حاجة فسالت المستشار ده لا عيب بلعب في النادي عندك مفروض أقل حاجة تحميه أقل حاجة هم يمشي يعني تمشي الشكوى النادي هو أصلا ما ينفعش العيب هو اللي ياخد القرار وما ينفعش العيب أصلا زهنه يفضل هو ماشي في قواضي زي دي مفروض النادي هو اللي بيحميه النادي هو اللي بيحميه كابتن الخطيب بقى حضرت ومجلس إدارة النادي الأهلي اللي بينزل بيان كل ثلاث ثواني في أي حاجة النهاردة حدث جلال جوال أستاد أنا على فكرة ما أتكلمتش شيكات شاتهم في البتاقة كله ماشي بعد الأستاد جمهور الأهلي هو ماشي في الممرات بيشتم جوال أستاد جوال أستاد النهاردة جوال أستاد قدام الناس كلها قدام الناس كلها وموقع تابع للمدأة الدولة هو بينزل باللفز يعني بص لو واحد صحفي منزل عادي بيسوها بحقم عادي بالنسبة له الألفاظ عادي أو في صحفيين كتب بتنزل عادي الكلام مش هنوقف قدام قصة لك أنا بقى كلمك على موقع تابع للدولة بينزل الكلام بالألفاظ هل الدولة هي راضية كمان عن الموضوع ده ده تمام مفيش مشكلة مفيش إقافات مفيش أي حاجة ومفيش أنها إسا تتوقف ولا أي حاجة زي ما اللعيب لما بيعمل رد فعلي بتوقف زي ما اللعيب بيعمل رد فعلي بتوقف فمفيش أي حاجة هتحصل طبع لأن الناس أصلا بقولك الموقع بتاعها منزل اللفظ منزل الألفاظ باللفظ تمام فكابت الخطيب إنت إمش مفيش أي حاجة هتتاخد في الموقف ده أنت فرحانين يعني في كده طب تمام بس ده كان كل كل كلامنا في الموضوع لو في ناس عايزة تحل هتحل لو في ناس عايزة تحل الموضوع ده منهم أنا بقولك مفيش حد وبعدين لما الجمهور زمائك يجي يعمل رد فعلي يقول لك هيعمل ضد مين مفيش رمز فعلا في العابة الأهل هو ليه عدل قيئي كان زعلان قوي ومتأثر بحوار رمضان صبح وبقولك احنا كنا بنعمله شأن عظيم وبنستنين له شأن عظيم في داخل إدارة النادي الأهلي أو محضرين له حاجة جوة النادي الأهلي لأن رمضان صبح هو الحاجة الوحيدة اللي بعد أبو تريك كان دايما الأهلي بيحاول يعمل فيها آيكون أهلي ملوش آيكون حتى بكل البطولات اللي بياخدها وحتى بكل اللي مفيش حد لو جمهور الزمائك شتم وجمهور الأهلي هتدايق فاهم فمفيش حد أصلا غير الخطيب والخطيب ما بيتشتمش من جمهور الزمائك جمهور الزمائك ما شتمش الخطيب فهل مثلا الزمائك يشتم هو ده الوحيد اللي ممكن بكاريزما لايكون والكاريزما ده حاجات طبعا عشان عارف الناس صغيرة فإن على النت والناس الهيفة مش فاهم يعني هتقول له ده خاد كامبوت وجاور الرخص ده أدام أصلا تمام فمفيش حد هتشتم مين اللي هتشتم في الناد الأهلي مفيش حد هتشتم في لعبة الناد الأهلي دي مفيهاش الآيكون ولا الرمز بتاعة الناد الأهلي هو كانوا بيحضروا بعد أبو تريكا رمضان صبحي ورمضان صبحي كانت فعلا لطم Helpce اوصف على الأهلي لا بيش بسبب اللعب وبسبب اللي هو فعلا كانوا بيتحضر يبقى الآيكون بعد أبو تريكا وبعد كده اللعب مشي وراح بطريقة ازاي ما انتم عارفينها البرمز فالحل احضرت حلولة هو الدولة لو عايزة تحل ما فيش لو الكابتل الخطيب عايز حل ما فيش لو مرتضى منصور عايز يدافع المفروض لو بتريكا المفروض راجل زميله في المنتخب ولعب معاه وعارف هو على ايه وكمان هو يقدر زي ما تأثر بكمية الحاجات اللي بتأثر بقى في الدورة الانجليزية دي ممكن يتأثر بالحوار ده ممكن بس يتأثر بالحوار ده بس سلام ونتقبل على خير دي